موسيقى محركا للنمو الاقتصادي لتحقيق الاهداف المسطرة في افق عام 2020 وبخصوص هذا الامر جاء في يومية وولستيد جورنال في مقال حول تطور قطاع صناعة السيارة في شمال افريقيا الانتاج السنوي للسيارة في المغرب سيتجاوز نظيره الايطالي قريبا بعدما نجح في تجاوز دولة جنوب افريقيا بفضل الاستثمارات الكبيرة المتدفقة على المملكة المغربية في السنوات الاخيرة اليومية اشرت ايضا الى ان شركة صناعة السيارة الفرنسية تيرونو التي تستأثر بحصة تفوق 40% من سوق المنطقة قامت بانشاء مصنعين للتجميع في السنوات الخمس الاخيرة بالمغرب بانتاج يفوق مئتي الف سيارة في السنة كما ان شركة بيجو التي ترهن على مشروع كبير لتوسيع انشطتها تحضر لإقامة مصنع بالمغرب سيصرع في الانتاج بحلول نهاية هذا العام وولستيت جورلال لوردت ان المملكة المغربية في طريقها لتصبح مورد رئيسيا لمصانع السيارات الاوروبية لأسيما مصنع فورد بمدينة بالانسي الاسبانية الذي يستولد من المصانع المغربية مقاعد واكسسوارات داخلية واسلاك ومعدات اخرى من مكونات السيارات وسبق لتقرير صادر عن وحدة ابحاث السوق الدولية باميرسورشن تطرق الرواج سوق انتاج السيارات في المغرب وتوقع وصول انتاج المملكة من السيارات خلال عام 2018 الى ازيد من 468 الف سيارة واشار التقرير الصادر عن وحدة ابحاث السوق الدولية الى ان المغرب يسعى للمحافظة على وطيرة نمو الانتاج المستهدف ما بين 2018 و2022 مضيفا ان تطوير عملية صناعة السيارات للمملكة سيؤثر اجابا على الصادرات المغربية نظرا للطلب المتزايد عليها من اوروبا ومن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويساهم قطاع السيارات في اهداث 29% من مناصب الشغل في قطاع الصناعي اتسجل قطاع السيارات قوى معدلات اهداث مناصب الشغل بين عامي 2014 و2017 ب83 845 منصب شغل جديد وهو ما يعكس اندماجا محليا متزايدا بمعدل يتجاوز حتى اليوم 50% ويعود انتعاش قطاع صناعة السيارات في المغرب لعدد من العوامل التي يتمثل ابرزها في الاستقرار السياسي والاقتصادي وقربه الجغرافي من اوروبا بالاضافة للحوافز الاستثمارية الواسعة التي توفرها الدولة فضلا عن تنوع الشراكات السياسية والاقتصادية للبلاد الى جانب اتساع سوق السيارات المحلية